الجزء الثاني بقى دهما المشاكل بتزيد هو بدلا من ان يحلها بيعمل ايه ودي الخطيرة جدا اللي هكلمك عليها دلوقتي ايه هي بقى ايه الحلول العبقرية اللي عند النظام في موجهة شعبه مش في موجهة انا بالمناسبة هو عارف بيعمل ايه في موجهتي انا وزملائي كلنا هو عارف ايه يختف اخوك يختف ابوك يختف امك يصادر بيتك يسرق عربيتك يعمل كل كانت هو بيعمله كل كانت بيعمله خلاص بس انت بقى مواطن كنت عشمان فيه فهو يعمل ايه بقى شوف يا سيدي انت عارف الراجل لما بيكون واحد داخل قطل عمليات بيتدوله ايه عشان قبل ما يعمله عملية بربوا عليه بنج ايوة كده هل البنج بيغير من حقيقة ان رجلك فيها عملية بتتعمل لا سوا بيريحك شوية عشان ما تشوفش المصيبة طيب اكتشفت انك عملت عملية والقلم موجود فبيديك مسكن لهذا القلم لكن مفيش العملية مش نجحة تقول له انا دراعي بيوجعني يوم عاملك المصنع الغليز تقول له انا راسي فيها صداع يقول لك سبب مصبعك الكبير الصداع والصمع حاجة واحدة فيلجأ ليه بقى بدلا من ان يرد على الحقائق كاملة يلجأ للشعوذة ايه بقى الشعوذة دي بقى انه يعمل شوية فرقعات اعلامية يبين انه محبوب رغم ان الناس تكره ففي عزي ازمة الهد نزل قابل الولية ولا هيوحجها عاوزة ايه يا ماما انا احنا يليك يا ماما ماما دي انا افهم ان في عزي ازمة الهد دي تقول للناس خالفتهم بس مش هنقفل الشوارع انتو غلطانين بس انا عندي قانون يمنعني وقانون يردعني وقانون يلزمني بان اسكن الناس يقول لك لا لا هسكنك ولا هاتم بيك انا هنزل عند الحق ام محمود ده ايه اللي قده ما كانت شايفها ده وقت او هتشوفها وهتكلم معاه وابلف عقول الباقية الباقية تبدأ يعمل ايه يحسسه هو بانه مطلوب ومرغوب فيريحه من قلم الواجع اللي هبنعمله اقوله الناس الجماعة اللي عندي قولوا تب ما تيجي نعمل حاجة كده يا باشا والله يا تضرب انتقلنا الى عالم السينما والفن والانترتينمنت ما انتقلناش لعالم السياسة والقلول تعال يا باشا وتشوف يا باشا والله العظيم الفيلم بتاع الست ده عمله مشاهدة خمسين الف مئة الف يا باشا واحنا جسينا النبض في الشارع وتلاقينا الناس مبسوطة اه باشا ولا باشا الحكاية بتاعت الست بتاعت العربية الميكروباس اللي بتسوق في العاصمة الادارية يا لهوي ده نايم الناس كلها وخلى تلفزيوناتها المعارضة نامت وزبع سكت ونصر جالت له مش عارف ايه ومعتز ايه ده؟ ده شغل اراجوزات لانك مش عارف الوظيفة الكبرى بتاعتك ووظفتك الكبرى مش تطلع مع الست ويوقفوها يعيني وجاية ومشي وهي اللي اعطي عالطريق اللهم صلي عن نبي وهو لابس الفانيلا ودخلت ازاي وخرج بسولك ايه احنا ده اراك يا باشا في الفيلم ده بسصلي عن نبي بسصلي عن نبي بسصلي عن نبي يبقى انت كده فعلا زي ما الزملاء كان بيين السيسي فيلم للانتاج والتوزيع انا بقترح السيسي دراما للهدم والانتاج والتوزيع للهدم والانتاج والتوزيع انت تعمل ايه هو عاوز يبديك جرعة ان اطمئنه زي ما قول اطمئنه اطمئنه فيه سد اطمئنه اطمئنه قلنا له ما بنعافش نطمن قال يا كفرة يا بتوع تركيا يا بتوع قطر يا عم اطمئنه اطمئنه كونوا مطمئنين فاكرين انتقول لها جديد طيب لما عامل كده في بعض الناس قلت لك يا عم بدان قال كونوا مطمئنين بقوا مطمئنين خصوصا ان الراجل ده ما وضيعكوش قبل كده هو اللي بيقول فهتكتشف انه ضيعك جايلك في شرم الشيخ قالك 200 تلتمئة ربعمائة مليار قال استثمارات تتحدف على مصر من فوق ومن تحت من كل حتة ورد وعضل والله داك نحونا اشتغل عليها الاعلام بتاعه يومين تلاتة اربعة الناس بتدور على استثمارات استثمارات ايه يا ابن امشال امشال من اين ده احنا هنشيلك من بيكو فبيديك الحباية المخدرة خد يا ابني دي حلوة وترمضون هتنيمك تنام تقوم الصبح تنام وانت بتحلم بكرة مصر هتبقى حلوة وسمك ولبن ويقوت ومرجان والماز وغاز احمدك يا رب ويديك الجرعة تقوم الصبح تدور على الشبشب بتاعك اللي تخلش بالحمام ايه مسروق تفتح العرفية يقولك عليك فاتورة مية تركب المواصلات يقولك يا ابن الازين ازادت تركب تروح المعاش يقولك مخصوم منك واحد في المية تروح تدفع مش عارف ايه يقولك ضريبة عقارية على الشقة اللي هي بتاعتك والشقة اللي انت بتملكها مش هتقدر تتصرف فيها اللي ما نسجلها لك انت قاعد عندنا حتى لو كانت على ارض ملكي ليك يا نهري سويد فتستيقظ على ايه مسروق تستيقظ على ايه عكبوس الله ايه ده الله مصلي على النبي الله مصلي على النبي محتاجين 300 مليار دولار لإعادة البناء بشكل جيد هو قال كده قال كده حلو قوي طب ايه رأيك في الكلام اللي قاله طارق عامر مبارح قال ايه قال حصلنا حالة الربعمية واحد وتلاتين يعني اللي طلبوا وعليه مية واحد وتلاتين مليار هل تغير شيء لا هل سيتغير شيء لا هل هيفضلوا يشتموا فينا اه هل الصورة هتتغير لا لا لان مش انا اللي عاملوا الصورة فنلجأ لإيه للحاجات اللي هي بقى زي دي اللقطة دي حلو اه بتعجبني والله يا ريت كيب اهو الساس جميل اهو بخاطب السيطة الغلبانة دي اسمع والله الكلام ده جميل اهو طب الراجل اللي تهدي بيته ما فيش حد يتبسطه عشان ما يتهدش ده فيه ناس يتهدت بيوتها رغم انها دفعت الفواتير والله العظيم طب ليه لان هي الهوجة كده مش ان انا هدي بيتك انا بقولك انا هبيدك هو قال كده ما هو شانا اللي قلت كده هنبيد وهننزل الجيش والجيش هينتشر وفاكر زمان لما قال ايه الجيش يتفرد في ست ساعات والتين في ساعتين ايه عم فيه ايه لانه عجزة عن ان يفهم قيمة مصر ومكانة مصر فاراد عن يحطمها على رأس الشعباء ما بتشوفوش كتير وهو بقولك اه لا 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 هو انتوا هقع هقع مش عارف ايه اه انا ما نسكتلكوا لما قالتولي ارحل لا هو هنزل نظر تاني لو بالتالي هو انفاصة ما وانفاصة لا عن العالم اللي احنا فيه فنلجأ للمخدرات نعمل بقى قصة او نتلاقي قصة فانهم عاملينها